بس أستاذ مفيد لو حد انتقدك وأنا عارف كويس قوي أنا قاعد قدام مين وبحاور مين وعارف كويس قوي أن الأستاذ مفيد فوزي يتلقى أسئلتي بمنطق المحاور وبمنطق أنك بتحط مكانك في مكاني وأنك راجل طول عمرك بتختصنا بحواراتك ولو قالك أن حواراتك مع حسني مبارك كانت فيه زمن يسيطر عليه بعض السيطرة يعني الحاكم كان بالسلطة السلطة في هذا الوقت كانت بتسيطر على الإعلام لدرجة أنه الإعلام كان إعلام تقدر تقول عليه موجه ربما أنت كنت خارج السرب أنا متأكد من كده نعم إنما هل حواراتك مع مبارك اللي أنت دلوقتي بتقول أنها كانت جزء من شهادتك على العصر أو جزء من التاريخ كانت بمعزل عن الرقابة بمعزل عن أنك توريله أسئلتك بمعزل أن صفوت الشريف وزير الإعلام يتحكم هتقوله إيه ما تقولش إيه وإلا ما تاخدش حوار تاني لو أنت أزعكت الرجل كنت أسأل عن الأسئلة التي فيها أرقام عشان يبقى رئيس الدولة حاضر بالأرقام إنما من المؤكد لما نقوله هو دخل جمال مبارك إيه في السياسة لو قرأه صفوت الشريف كان يشتب لك عليه لما أقوله يا رئيس أنا معرفش أهلك أنا معرفش أهلك بعرف والدك ولا عرف والدك ولا والدتك ولا عرف حاجة عنك ما تخليني أعرف يا رئيس فأقول ما تخشش في حياة الشخصية بلاش حياة الشخصية فأقوله يا ناسكو تريس أقول آه ومع ذلك لو أن قرأه سيد وزير الإعلام صفوت الشريف لحزفه بالمرة لو دخلت في التفصيلات اللي أنا قلت له فيها حاجات كتيرة لما أقوله مثلا سؤال من كلمة واحدة في وقت ملتهب عن إيران وقوله إيران يا رئيس كان حزبه السيد صفوت الشريف بأعتبر أن إيران ساعتها كانت خطة أحمر طبعا إذن عايز أقولك أن الأسئلة كانت محتوطة في الإطار المهني وأنا تقدر تقول أن أسئلتي إلى أي مسؤول هي في إطار مهني بعد بس لو هي في إطار مهني كان لازم تحاور مرسي وكان لازم تقدم طلب أنك تتحاور مع السيسي لأن أنت بتتكلم على المهنية وأنا أعتقد أستاذ مفيد وحضرتك أستاذنا أن المزيع أو المحاور لا يعني يتقيد بفترة واحدة وبس بعد كده ولا أقدر أحاور مرسي ولا أقدر أجي أجي جانب السيسي ما طلبتش أنا محاورة مرسي لأنه هو كان يحب التحاور مع أهله وعشرته من المزيعين ما تسألنيش زي مين لا هو دي مش محتاجة مش محتاجة فزلكة إنما أنت شوف لمست ده أمان أمان الفتاة السيسي قلت لما تمشي المركب شوية وبقدر جميل في شارع النجاح أتقدم بطلب وبشكل ليس معلن فإذا قابل الرجل نعم الأستاذ محمد أمين الصحفي في المصر اليوم قال أنا هكتب مقال أطلب فيه إن مفيد فاوزي يحاور الرئيس السيسي لأنك أفضل من يستطيع إنه يتسكع داخل شخصيته بده تعبيري وإنه يبين حقائق نفسه وإنه كل اللي تكلموه تكلموه من قصة لكن محدش قدم السيسي للبني آدم فطلبت منه ورجوته أمام ناس كان يحضر هذا النقاش سيد أحمد القطان سفير السعودية في مصر وقلت له من فضلك يا محمد مع إعزازك لي أرجوك بلاش هذا المقال وقدر تضع نعم لأن أنا قلت إنه بعد فترة أملك طالما أنني أتمتع بزهنية صافية وبروح حبيبة فلا مانع إطلاقا من إن أنا أحاور الرئيس السيسي وأفتح قلبي كاملا له وتوصل إن أقوله أنا باحترم إنسانيتك وعوطفك الرقيقة جدا مع أهل الشهداء لكن دي ما بتنفعش مع كل الناس الشعب المصري مش عاوز ده مش عاوز ده إي هو ده ده اللي هو الحنية